بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل نحييكم أيها الإخوة ويسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع السلام عليكم معالي الشيخ وعالكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذا السائل يقول كيف يحقق المسلم التقوى في دينه ودنياه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فحققوا التقوى بأمرين الأمر الأول الأمر الأول معرفة الحق الأمر الثاني العمل به مع الإخلاص لله عز وجل في كل ما يقول ويفعل فيكون العمل موافقا لما شرعه الله وتكون الناء النية خالصة لوجه الله عز وجل كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فأسلم وجهه لله هذا الإخلاص وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فبهذا يتحقق تحقق الخير والقبول والمتابعة والموافقة لما شرعه الله سبحانه وتعالى ويكون ذلك أساسا لعمله الصالح المتقبل عند الله سبحانه وتعالى فلا يعمل بدون إخلاص بل للرياء والسمعة أو طمع الدنيا ولا يعمل بالبدع والمحدثات التي لم يشرعها الله ولا رسوله بل يعمل بما شرعه الله ورسوله وبذلك يتحقق للمسلم كل خير وكل نعمة وهذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي تركنا عليه قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعد كتاب الله وسنتي نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذا السائل يقول ما المقصود بقوله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هل شعائر الله سبحانه وتعالى تشمل الأماكن والأزمنة نعم الله في العام ولكن الآية في الهدي في الحج والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القامعة والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون فالإبل من شعائر الله سبحانه وتعالى لأن منها يكون الهدي والأضحية ويكون منها الصدقات والخيرات نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله يقول بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام وهم في هذه الأيام المباركة كيف يعظمون ويحافظون على خصوصية البيت الحرام وكذلك هذه المشاعر المباركة نعم يجب على المسلمين عموما وعلى خجاج بيت الله الحرام خصوصا تعظيم هذه الأماكن العظيمة التي هي شعائر الله جل وعلا فيعظمون الإحرام ويعظمون أداء المناسك على وفق ما شرعه الله من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بالمزدلفة وفي أيام التشريق أيام منا كل هذا من شعائر الله التي يؤديها الحجاج طاعة لربهم ومتابعة لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم فهم في زمان فاضل وفي عمل فاضل وفي مكان فاضل تجمعت لهم فضاء العظيمة ونعمة كبيرة فيجب عليهم أن يشكروا أن يشكروا الله عليها وأن يعظموها حق تعظيمها وأن يستغلوا وجودهم فيها بطاعة الله وشكره وذكره وأداء مناسكهم على وفق ما شرعه الله ورسوله أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم هذا السائل يقول ما المقصود ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائسة الفقير نعم هذه الأيام فيها منافع وهذه الأمكنة فيها منافع يشهدوا منافع لهم يلتقي المسلمون فيها ويتعارفون ويتآلفون ويؤدون مناسك الحج والعمرة على نمط واحد ولباس واحد ونيات واحدة مخلصة لله عز وجل فمنافع الحج والعمرة كثيرة من أعظمها هذه المشاعر وهذه الشعائر التي يؤدونها ويقفون فيها فعليهم أن يتذكروا هذه النعم العظيمة وأن يعظموا هذه المشاعر الزمانية والمكانية وأن لا يصدر منهم ما لا يليق فيها وأن يجنبوها تجنبوها الشعارات التي لا تتناسب مع الحج والعمرة وهذه الأماكن تجنبون الشعارات ويوحدون قلوبهم وأعمالهم وحتى هم هم متساوون في الزي واللباس فعهد يدل على توحيد القلوب وتوحيد الأعمال لله عز وجل نعم أحسن الله سؤاله الآخر يقول ما المقصود بقوله تعالى ومن يلد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم من يلد فيه يعني في الحرم والمشاعر من يلد فيه بإلحاد في أيامه أو في مكانه إلحاد بظلم والإلحاد هو الخروج عن طاعة الله عز وجل بظلم يريد أن يعتدي وأن يظلم الناس وأن يجعل الحج شعارات و و النخوات جاهلية كما كان في زمن الجاهلية الأولى فالحج عبادة لله عز وجل تآلف وتعارف وتوافق وتعاون من على البر والتقوى هذا المراد بالحج نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذا أحد الإخوة يقول نلاحظ بعض من المسلمين وخاصة من الشباب من يتساهل في أداء فريضة الحج ويسوف في ذلك أحيانا يتعذر بمشاغل فما حكم ذلك وبماذا تنصحون هؤلاء قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن استطاع الحج بوجود المركوب المناسب له وبوجود الزادي وبوجود ما يحتاج إليه في سفره وفي إقامته في هذه المشاعر عليه أن عليه أن يستغل ذلك بطاعة الله والإخلاص له والتعاون مع إخوانه المسلمين والرفق بالمسلمين وعدم إزعاجهم وعدم إحداث ما يغير هذه العبادة العظيمة عن حقيقتها فلا يحول الحج إلى شعارات وإلى نخوات جاهلية لأنه عبادة لله عز وجل يجب فيه الإخلاص والتعاون والرفق بالمسلمين نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذا يسأل يقول هل يجوز نية العمرة عن المتوفة نعم إذا اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام فيجوز أن يعتمر عن غيره لأن هذا من الأعمال التي تدخلها النيابة نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله ما هي التلبية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتى تقطع التلبية في العمرة والحج التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فهذه هي التلبية الواردة المتضمنة للتوحيد والمتضمنة للعبودية والإخلاص لله عز وجل نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله يقول ما هو الضابط الشرعي في من عليه دين في الحج إذا كان عنده مال يتسع لسداد الدين ولنفقة الحج فإنه يحج ويؤمن للدين ما يسدده وأما إذا كان ماله ضيقا لا يتسع إلا لأحدهما فإنه يقدم الدين يقدم وفاء الدين على الحج لأنه غير مستطيع في هذه الحالة غير مستطيع ماديا وماليا نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذا يقول حفظكم الله كيف يستفيد ويستثمر الحاج هذه الأيام المباركة ويعود إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن كانت عليه بعض الظنوب نعم من حاج قال صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه والحج والعمرة وهذه المشاعر العظيمة تجعل المسلم خاضعا لله مستكينا لله منشغلا بطاعته وعبادته ومنشغلا بالتعاون مع إخوانه المسلمين ويكون ويكون عليه الرفق والسكينة والوقار لأنه في عبادة لله عز وجل مبارك الله وعدم وعدم المشقة عليهم وعدم المضايق أهلهم الأخلاق الحسنة والتعامل الطيب والمحبة والتعارف والتآلف وهو المقصود بالحج فهو مؤتمر عظيم يجمع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها في مكان واحد بلباس واحد في عبادة واحدة فهو هو ذروة آداب الإسلام وأعمال الإسلام العظيمة نعم ما هي الأعمال المترتبة في يوم التروية وكذلك يوم عرفة المترتبة يوم عرفة الوقوف بعرفة بأن يتأكد من حدودها ويقف مع المسلمين ويتجنب ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوف فيه ووادي عرنة ويقف مع المسلمين ولها حدود موضحة وبينة يكون في داخلها هذا أول شيء ثانياً يشتغل وقت وقوفه بطاعة الله وعبادة الله بالقول والعمل والذكر لله والتلبية والتسبيح والتهليل لأنه في عبادة عظيمة فلا يدخل عليها ما يشوشها أو يشوهها أو يؤثر عليها نعم وبالنسبة ليوم التروية يوم التروية هو اليوم الثامن من الحجة الذي يسبق عرفة وهو يوم التروية سمي بذلك لأن الناس كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده كانوا ينقلون الماء إلى ميناء وإلى عرفة لأنها ليست فيها مياه ينقلون معهم الماء في هذه المشاعر لحاجتهم وأما اليوم والحمد لله فقد وفرت المياه من هذه الحكومة الرشيدة وفرت المياه في كل مكان من عرفة ومزدلفة وميناء فالمياه موفرة ولله الحمد حتى على الطريق وهم يمشون عندهم المياه الموفرة الباردة يشربون ويتطهرون منها نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله يسأل عن أفضل الأعمال في أيام الحج خاصة أيام عشر ذي الحجة وهل هناك أدعية معينة في كل يوم قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مع التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يكرر هذا بين حين وآخر ويكثر من تلاوة القرآن ومن ذكر الله ومن الصلوات النوافل في غير وقت النهي كلها عبادات وهي فرص عظيمة تمكن منها المسلم فيستغلها بما يرضي ربه وبما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم يقول من عليه هدي ويرغب أن يصوم كيف تكون كيف تكون توجيع الصيام السبعة التي في في بلده والثلاثة في أيام الحج هل يجو صيام أيام التشريق نعم يصوم أيام التشريق إذا لم يسبق أنصامها فإنه يصومها في أيام التشريق لقوله في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصامنا إلا عن دم متعة أو قران فيصوم في أيام التشريق عن الدم إذا لم يجده نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله يسأل يقول أيهم أفضل التعجل أم التأخر في أيام التشريق وطواف الوداع الأفضل التأخر وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكمل في القول والعمل فالأفضل التأخر وإذا تعجل فلا حرج عليه من تعجل في يومني فلا يثم عليه ومن تأخر فلا يثم عليه لمن اتقى لاحظ هذا لمن اتقى الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله وإليكم وأثابكم الله يسأل بارك الله فيكم ما هي وصيتكم لمن من الله عليه بالحج إن شاء الله وأكمل هذا الحج وعاد إلى بلده ليستفيد ويستثمر هذه الأيام المباركة في حياته ويعود إلى الله عز وجل يستحب لمن وفقه الله للحج أو العمرة ورجع إلى أهله أن يكون على أحسن حامل أحسن حال وأطيب تعامل وأن يبين لهم ما تعلمه في الحج مما يخفى عليهم نعم أثابكم الله هذا يقول بارك الله فيكم لدي زكاة أموال وأرغب في توزيعها على أيتام هل يجوز أرفعها لهم أقصات شهرية إذا كان هذا من مصلحتهم فلك أن تقسطها وتدفعها إليهم شيئا فشيئا على حسب حاجتهم نعم هل يشرع استلام الحجر الأسود بعد الطواف نعم إذا اغفر من الطواف فيستحب له أن يستلم الحجر ثم ينصرف كما بدأ باستلامه نعم أبو عمر يقول هل يجوز هل يصح للحاج المفرد أن ينتقل من الإفراد إلى القران إذا ضايقه الوقت إذا ضايقه الوقت فإنه تحول من نعم ما شاء السؤال يقول هل يصح للحاج المفرد أن ينتقل من الإفراد إلى القران إذا أحرم بالعمرة فإنه يدخل عليها الحج ويكون قارناً يؤدي العمرة على حدة والحج على حدة هذا أفضل هذا هو المتمتع نعم أحسن الله ليكم هذا يقول بارك الله فيكم في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة كيف نجعل من الحج وسيلة للتعارف وللأخوة وللأخوة ولتقوية الإيمان وتقوية الإسلام أيضاً بين المسلمين لأن تجعل الحج والعمرة مخالصاً لله عز وجل ويتضمن التعارف بين المسلمين والتآلف وأيضاً الدعوة هي لله والتعليم والتعلم فهو موسم عظيم وذو فوائد عظيمة ليشهدوا منافع لهم ولم يحدد الله هذه المنافع لأنها كثيرة وكل يأخذ منها بقدر ما يسر الله له نعم أحسن الله إليكم هذا السأل يقول هل يجوز لي أن أدفع من زكاتي لشخص يريد أن يحج فرضه نعم تعي لأنه من الجهاد في سبيل الله وإذا صرفت الزكاة في الجهاد في سبيل الله هذا شيء طيب نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذا يقول بارك الله فيكم ما حكم البقاء في الحرم المكي الشريف أيام التشريق لا ديام التشريق الأفضل أن تقيم في ميناء الأفضل أن تقيم في ميناء لا في المسجد الحرام تقيم في ميناء نعم نعم بارك الله فيكم هذه إحدى الأخوات تقول والدي عاجز عن الحج بنفسه بسبب المرض ولكن يستطيع التوكيل بماله فهل له توكيل من يحج عنه نعم يجوز هذا تدخل النيابة إذا كان عاجزا عن أداء الفريضة عاجزا ببدنه ومستطيع بماله فإنه ينيب من يحج عنه ويدفع له نفقة الحج نعم أبو سلطان مقيم في المملكة يقول كيف يحقق الحج المبرور بأمرين بأدائه على وجه المشروع وبالإخلاص لله عز وجل قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله أتم يعني أدو مناسكهما لله عز وجل لا لا يريد ولا يريد ولا يريد المدح ولا يريد الريا والسمعة لله بل يكون لله عز وجل نعم أحسن الله أحسن الله وضح كل سنة هذا شيء طيب وإلا إذا ضح مرة واحدة إن هذا يكفي نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله هذا حفظكم الله يقول أنه سوف يحج عن أمه ثم علم بعد ذلك أن هذا الشخص الذي وكل للحج عن أمه لديه وكالات عديدة فما حكم ذلك إذا علم بذلك فإنه يسحب وكالته يسحب الوكالة عنه لأن هذا متلاعب وأيضا يريد المال يجوز أن ينوب عن أكثر من شخص نعم أحسن الله عليكم معالي الشيخ نختم هذه الحلقة بوصية منكم بارك الله وفيكم لحجاج بيت الله الحرام لالتزام بالصبر وأيضا لزرع المودة والمحبة بين الحجاج نعم على المسلم الحاج أن يتعدب المسلمين وأن يرفق بهم وأن يعينهم بما يستطيع وأن يتصدق على المحتاج وأن يعمل أعمال البر معهم وهي كثيرة جدا بحسب الحاجة إليها العارضة نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهذا الحج وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وأن يسلم الحجاج والمعتمرين أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى اختام حلقة هذا اليوم وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح أحب فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته ومتعه الله بالصحة والعافية أيها الإخوة نلتقي بإذن الله في لقاء مقبل وهذه تحية من الزملاء من محمد الحامد وكذلك من المخرس سلطان العتيب من معجب الدوسري ومن الزملاء كافة ونشكر الزملاء في تلفزيون الطائف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا